اليوم سوف نتعرف على طريقة وكيفية هذا المشكل على تطبيقك الخاص واتساب من خلال اتباع مجموعة من الطرق سوف نقوم بها على تطبيقك الخاص ما عليك أن تقوم بفعله وأن تقوم بالضغط على التطبيق الإعدادات هنا ثم يكفي أن تقوم بالنزل للأسفل تضغط على التطبيقات هنا يأخذك إلى نافذة التطبيقات الخاصة ثم سوف تقوم بالنزل للبحث عن تطبيق واتساب في الأسفل تضغط على واتساب هنا ثم يأخذك إلى نافذة معلومات التطبيق تضغط على إيقاف إشباري ثم تضغط على موافق ثم سوف تقوم بالنزل للأسفل تضغط على مكان التخزين نأتي إلى نافذة مكان التخزين تضغط على مسأل تخزين المؤقت ثم ما عليك أن تقوم بفعله وأن تقوم بإطفاء وتشغيل هذا المشكل الخاص لكي يقوم بتحديث التطبيق وحل المشكل وهنا نكون قد انتهينا من هذا الفيديو